اليوم بعد الحلقة الرابعة في قيم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل و صلاة وتم وتسليم نستطيع أن نقول بأننا أمام مادة ثرية قيمية في قصص الأنبياء أنا اليوم أعتقد أن القاعدة الأولى أننا نعيد النظر في التعاون مع القصص القرآني سواء كان قصص أنبياء أو القصص الأخرى في القرآن أن ننظر لها من زاوية التعزيز القيمي واليوم عندما أحكي قصة لابني النبي من أنبياء الله أحكي له قصة نوح عليه السلام أو أيوب عليه السلام أنا أستحضر منظومة القيم التي جاءت في هذه القصة وأريد أن أضع يدي عليها أثناء القصة بأي طريقة من الطرق والاستراتيجيات تحدثنا عنها كثيرا لكن اليوم نحن أمام مادة ثرية فقط الذي أطلبه من الأباء والأمهات مزيد من القراءة المتمعنة في قصص الأنبياء و برؤية قيمية نحن نعتبر الآن قصة إبراهيم عليه السلام الأربع حلقات هذا نموذج تطبيقي للآباء والأمهات يستطيعون أن يعودوا إلى الحلقات و ينظروا كيف حاولنا أن نتناول من خلال الآيات القرآنية و المواقف المختلفة استنباط المنظومة القيمية في إبراهيم عليه السلام جميل يمكن أن يفعل هذا مع باقي الأمهات هذا الأمر الأول أمر الثاني أنا أعتقد أن استخدام قصص القرآن تحديدا في تعزيز القيم يعني أسلوب القصة أسلوب القصة أسلوب القصة أخي مصطفى تحدثنا عنه في حلقة كاملة عندما تحدثنا في الموسم السابق عن استراتيجيات غرس القيم وأخذنا أسلوب القصة في حلقة كاملة و الإجراءات القبلية و أثناء و بعد قبل أن تحكي قصة لأبنائك أثناء حكاية القصة و بعد ذكر القصة كيف يمكن أن توظف القصة في التربية لكن أنا أرجع و أقول نحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم فن تقديم القصة لأبنائنا و بناتنا جميل أنا بإمكاني أن أتحدث معهم بقصة بطريقة مملة غير جاذبة ليس فيها نوع من التفاعل و الاندماج و بالتالي لن يتأثروا و لن يستجيبوا و لن يتفاعلوا مع تلك القصة أحيانا يصل للمرحلة أن القصة تصبح بالنسبة لهم مملة و رتيبة و يتمنون أن تنتهي بأسرع وقت و بالمقابل بعض الأمهات و بعض الآباء لديهم قدرة حالية على تقديم القصة في قالب جذاب سواء في التنويع الصوتي سواء في استخدام السكتات و الوقفات و التساؤلات و الاستفهامات سواء في التصوير الذهني للقصة كأنك تعيش تفاصيل القصة يعني عندما يحدثك عن تحرق إبراهيم عليه السلام في المشاعر على سبيل المثال فكأنك تعيش مع إبراهيم في كل مكان بعمق حكاية القصة و هذا فن جميل و يجب أن نعرف إذا دكتور ما استطاع أن يقوم بذلك هل ممكن أن يستعين بمقاطع الجاهزة على الشبكة؟ هذا شيء مؤكد اليوم عندنا مقاطع كثيرة جدا لقصص الأنبياء محكية بطريقة مقربة للأطفال اليوم عندنا مواقع متخصصة في القصص يستطيع أن يقرأ القصة من زوايا مختلفة لكن هذه القضية تحتاج لها من الممارسة التطبيقية حتى يصل إلى هذا الأمر نعم بارك الله فيكم هذه القاعدة الثانية نأخذ القاعدة الثالثة وأعود إلى سؤالك أنا أعتقد أن من الممارسات العملية والمهمة جدا قضية الحوار والمناقشة أثناء القصة أنا لما أحكي قصة لأبنائي و بناتي وأثناء القصة أطرح سؤالا تساؤلا وأريد أن أثير ذهنهم في قضية معينة فهنا تبدأ تعميق المعنى القيمي في أثناء هذه القصة يعني عندما أقول لهم مثلا أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني القواعد من البيت يرفع القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا لماذا دعا بالقبول ما هو يفعل الطاعة لله أصلا يعني ماذا يوحي لكم هذا الدعاء ماذا يعطيكم من معنى في نفوسكم لماذا دعا أن الله يتقبل منه فتبدأ تمشي معهم في استفساراتهم و نقاشاتهم حتى تصلهم إلى شيء ما بأن الذي يفعل الطاعة يجب أن ينكسر بين يدي الله بما يحقق قبول الطاعة وهذا زيادة في التذلل بين يدي الله أن تتقدم الطاعة ليس منة على الله ولا فضلا على الله المنة لله والفضل لله الذي أعانك على أن تكون طائعا نعم سبحانه يمنون عليك أن أصلا و قل لا تمنوا عليه السلام الله يمنوا عليكم لذلك الذي نريد أن نوصل أن الإنسان كيف يطرح التساؤل و لذلك ستجد في سياقات كثيرة جدا في القصص النبوية تستطيع أن تطرح بعض التساؤل يعني يمكن أن أطرح لأبناء سؤال و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل لماذا لم يبني إبراهيم البيت منفردا لماذا جاء بإسماعيل ابنه الصغير يعني في البناء معه ماذا يعطيكم هذا من قاعدة أو من فائدة و تبدأ تسترسل معهم في هذا الجانب و عندما زاملة أو عندما مضى جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام في المشائر يعلمه المشائر ماذا تفهموا من هذا المعنى أو من هذه الجزئية من القصة و هكذا و هكذا في كل مرحلة ممكن نقف معها نقف وتسائلا نعم عندما استجاب إسماعيل للذبح تتوقع لماذا استجاب إبراهيم للذبح أليس الذبح لطفل صغير أمر خطير فما الذي جعل إبراهيم يستحمل أو إسماعيل يتحمل القضية و يقبل من وجهة نظرك فيبدأ يتناقش معك هذا يجذر المعنى و يعمق المعنى و هذا الذي نريد أن نصل إليه تعميق المعنى القيمي أثناء سياق القصة نعم بارك الله فيكم